اليوم عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وسلم ومباركة على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين ازايكم حبيبة عاملين ايه وحشتوني جدا جدا. كل سلام طيبين يا حبيبي. طبعا عملنا ايه حاجات العيه? كل سلام طيبين. طبعا عملنا ايه? السبل بصو شكله تحفى تحفى بجد. بصو عملنا تشكيلا منه جميلة جدا. عملنا اللي هي الكبات ديات بالنوتيلا وبالجناش اللي انا عمل الشوكولاتة دوت مع جناش الشوكولاتة البيضة. ايه حاجة عندك هتعمليها باللوتيس? اي سوسة عندك هتحطيه? سوس فرولة سوس تفاح. بصو عملنا تشكيلة جميلة جدا. بصو ايه السوس بتاع الفصدق وعملنا الطبع المعتبر ده بصو تشكيلة جبيرة كبيرة جدا. بصو قلب بيبقى نجمائي. قطع عندك هتعملي بيها. عملنا كمية حلوة قوي. وكل حاجة عاملنا ايه? كل حاجة على بعضها ما كلفناش ايه حاجة بصو هو ثلاث حاجات. دي ايه? سكر زبدة. وطبعا عملنا منه تشكيلة حلوة قوي بصو اللي هو بالجرش اللي هو اللي بيضة. وعملنا الجرش الشوكولاتة. وعملنا الطبع المعتبر ده. من غير بيت من ايه غير ايه حاجة. يعني طريقة جديدة بس حلوة جدا. حطينا كل حاجة على بعضها بفعاش ايه تعم وهيطلع معاك بصو بيدوب دوب كده معاك. بص القلوب ديت. هو دقيق وسكر والزبدة. من غير اه بتاع دوات بيض ولا ايه حاجة. عملنا بصو تلات با قد ايه? كمية كبيرة جدا. انا عملها مع بعض نشوف عملنا ايه ازاي. طبعا ده كيلو اللي ربع دقيق يعني سبعة وخمسين دقيق. اه ميتين لنا خمسة وعشرين جرام سكر. اه خمسمونة جرام زبدة. طبعا ده حطتي الزبدة على السكر. سكر بودرة. ونحط ايه تانية الراشا. انا اضربها اه زبدة مع السكر اللي احطيت كله على بعض. بصوا. انا جايبة الطريقة دي عمتها من اه شيف كبيرة على ال اه كان عملها. وقلت اجربها بس لقيت بجد تحفة تحفة بجد. بس صعبة زي اللي هي اللي بالبيد وكده من غير بيد من غير ايه حاجة عملنا احلى بس كنت سبليه. بصوا شكله تحفة 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 بجد. بصوا. ضربنا كله في قلب بعضه. لو عندك عجانة يبقى احلى كمان. طبعا انفردت العجينة. وايه قطع عندك ايه شكل انت عندي? هتقطعي بيه. شكل قلب. شكل من ده. الاشكال دي بتشغال شكل ده كنتجاب خبسة نجنيه كل شكل. لو عندك كاس ولا ايه حاجة ممكن تقطعي بيها كوبية. يعني ايه شكل عندك هتقطعي بيها ايه تلع محكة احلى ايه? سبليه بصوا. اهو منا تاني شكل. كده. طبعا فردت كيس من تحت وكيس من فوق عشان اعرف افرد العجينة عشان العجينة تبتبقى نعمة جدا زي العجينة البودوفور بالزبط. وبتتشال بالراحة خالص. بصوا. بصوا باشيلا بالراحة اخلص عشان ما ايه? ما تلزقش في ايتي ولا ايه حاجة ايه. اشيلها احطها في الصق. كده. وارفعها كده من تحت واشيلها. واخد الزيادات ده اشيلها وراح ايه? اشيلها. طبعا اللي هي التشكيلة اللي احنا عملنا جواها والسلسات وكده. القب دوت الواحد ده كنت شارية الواحد بجنيه كنت شارية بطيع تلاتين واحدة. حلو جدا. بينفع معكي في كزا حاجة. مش في السبليه بس. وبتاع السبليه بس بيبقى انفع معكي في كزا حاجة مهتمل بيه كنفة. آآ حاجات آآ حلويات فيها بيبقى حلو جدا برضو. انا بعمل فيه الكنفة الزغيرة دي برضو حط فيها السلسات وكده. طبعا كده واروح ايه? وبعد ما بتستمو بقلبها بكل سهولة بتتقصر منه ولا ايه حاجة. جربوا الطرقة ده هيتلع معكو احلى سبليه. طريقته سهلة وجميلة جدا. طبعا الجناش اللي انا عملته ده عملتي ازاي راشا. حطيت آآ آآ ربع كوباية زيت. ربع زيت بنزيف بس. ربع كوباية آآ لبن. آآ ترت معايا كاكاو. دربته او عملته مع النار كده. وبعد كده نزلت بربع كيلو شوكولاتة. وستبتعى لما بردت خالص عمل معايا الجناش الجميل ده. جناش سهل جدا واقتصادي. وطعم يبقى حلو جدا. فيه شوكولاتة وفيه ايه كاكاو. يعني حطيت معلقتين كاكاو خام. عليهم ايه آآ ربع كيلو شوكولاتة. حلو في التنزيل معاك من جزين بيه طرط زين بيه الحلويات. بسكوتات بيطلع معاك حلو جدا. وبردو الشوكولاتة البيضة بنفس الايه? الطريقة. ربع كوباية زيت ربع كوباية لبن. آآ ربع كيلو كوباة ربع كيلو شوكولاتة. بحطوا عليها. بس بيسخلوا على النار. ورح هسيبها ايه طبرة خالص تتقل معاك. طبعا عملنا ايه? الشوكولاتة كده على حمام مياه كده عشان نعمل ايه? نحن عملنا بالقطعات. اهي. والتنزيل ده بقى على حسب الايه? كل واحد. تشكيلي بقى برحتك. طبعا عملت بالايه? شوكولاتة البيضة. عملت بالشوكولاتة الغمقة. اهو. طبعا لزقت البسكوتين في قلب بعض. آآ بنوتيلا كده. طبعا ايه? بحطها في الشوكولاتة. بحطها على الصوق. واسيبها لما تبرد حرص. اهيه. بسه. هم? كده? وضعت بالفزل. بصو خلصت بقى كمية والتزويق بقى على حسب بقى انت عندي بقى مكسرات سوداني ايه حاجة هتحتيها عليها. يعني التزيين بتاع ايه بسكوت ايه سبليه بسكوت ايه حاجة على حسب اللي ايه اللي موجود عندك هتشكلي به. بصو اعمل معي كمية جميلة جدا وطعمه طحفة وشكله اجمل كمان. قولي رأيكم بقى في التعليقات. واربكم في الفيديو اعجابكم. بصو لما كمية جبيرة جدا بصو بجيلة واربع دي. اعملنا احلى سبليه. بسوش بقى لعجابكم الفيديو دي اصروا لايك وتفعلوا الجرس. واشتظروا لكم جزيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة